اهلا بكم مشاهدين الكرام نستهل الموجز من تايلند حيث ارتفع عدد القتل في حدث اطلاق نار داخل مركز لرعاية الاطفال شمال البلاد الى 31 قتيلا بينهم 22 طفلا حسب ما نقلته رويترز عن الناطق باسم الشرطة التايلندية اشايون كرايفونغ الخميس وكانت وسائل اعلام تايلندية قد افادت في وقت سابق بان منفذ الهجوم على مركز الحضانة قتل زوجته وابنه ثم انتحر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد ادبيبا ان مذكرة تفاهم المواقعة مع تركيا بمجال الطاقة مبنية على اتفاقية سابقة ولا تهم بلاده مواقف الدول التي عرضتها ادبيبا لفت الا ان بلاده ستواصل استكشاف النفط في مياهها الاقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة اشيرا الى ان اليونان بدأت في التنقيب قبالة جزيرة كريت وان بلاده لن تسمح بالتنازل عن حقها في التنقيب جاء ذلك خلال استعراض دبيبا الاربعاء لمذكرة التفاهم المواقعة مع الحكومة التركية للتعاون في مجال الهايدروكربونات خلال فعالية بالعاصمة ترابلوس وفق ما افادت به دائرة او ادارة الاعلام والاتصال الحكومي اكد الاربعاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مشاركته شخصيا في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر بعد تسلمه دعوة لمشاركة من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون وارب الرئيس الصومالي عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر لسيما ان القمة العربية ستلتأم على ارض الانتصارات تزامنا والذكرى التاريخية لاندلاع ثورة التحريرية الجزائرية الرئيس الصومالي اضاف ان مشاركته في قمة الجزائر ستشكل ايضا فرصة للحديث معمقا مع الرئيس عبد المجيد تابون خاصة حول سبل تعزيز وترقية العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين أشد الأمين العام للأمم المتحدة عنطونيو جوتيراش بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي جاء ذلك في الفقرة الثالثة والثمانين لآخر تقرير لجوتيراش حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن حيث رحب فيه بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الاتفاق يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحات في مالي الممثقة عن مسار الجزائر قد عقدت مطلع شهر سبتمبر الفارض اجتماعها السادس رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامر ودع المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز دعم المجموعة الدولية لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلمي بمالي أطلقت كوريا الشمالية صباح الخميس صاروخين باليستيين قصيرا المدى باتجاه البحر وأكدت أن تجاربها الصاروخية هي الإجراء المناسب للرد على التصعيد المتمثل في نظرها بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ويأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين في وقت اجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيوجورك للبحث في إطلاق بيونج جانج قبل جومين صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق الجبان في سابقة منذ خمس سنوات قبل أن يسقط في المحيط الهادع ختم الموجز تابعوا الـ 24 نيوز على منصات تواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الجزيرة الدولية دائما في خدمتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة